وصلنا لحظة مشاهدين الكرام هذا الخبر حيث تبحث مبعوث وزارة الخارجية الجزائرية المكلفة بالصحراء الغربية والدول المغاربية السفير عمار بلاني مع المبعوث الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستفان ديمستورا الذي يقوم بزيارة إلى المنطقة وأعرب المبعوث الأممي للسفير الجزائري نيته العمل على دفع العملية السياسية في الملف الصحراوي فيما جدد السفير الجزائري موقف بلاده الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين الدولية